اهلا بكم متابعي التليفزيون العربية على يوتيوب معكم اماني جحا ادعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب لتصيلكم اشعارات تغطياتنا الاخبارية وبرامجنا اضافة الى التحقيقات الخاصة والوثائقيات مشاهدين في هذا العالم تطفو على سطح المنصات الاجتماعية اخبار غريبة عجيبة قد تجعلنا في حيرة في الوقوف امام غرابة النفس البشرية وعدم قدرتنا على تفسير بعض السلوكيات ما فيش تفسير مثل ما حصل او يحصل امام قصة سيدة متسولة في مصر رحلت عن عالمنا هذه الدنيا ليكتشف الناس انها كانت تخفي في بيتها اموالا تقدر باكثر من مليون جنيه مصري او ما يعادل نحو 32 الف دولار خيرية عبدالجليل او هي سيدة احترفت التسول في شوارع مركز الوقف محافظة قناة في سعيد مصر تعرف بين الناس باسم غوايش عندما توفيت اضطر الجيران او اضطر للتعاون فيما بينهم لتجهيز الجنازة والدفن والتكفر بنفقاتها لكن كانت المفاجأة كما ذكرنا عند اكتشاف مبلغ مليون جنيه من العملات النقدية الصغيرة التي وضعتها الراحلة في اكيس وسائلوا الى من محلية ذكرت ان ثلاثة من اشقاء المتوفية حذروا عملية توزيع المراث التاركة وتسلم كل منهم عشرة الاث عملة ورقية من فئة مائتين وحتى خمسة جنيهات اضافة الى حصولهم على خمسة وثمانين كيلو جراما من العملات المادينية من فئة جنيه واحد الى جانب كيلو جرامين من العملات الورقية من فئة نصف جنيه كما نقلت مواقع مصرية بعض المعلومات عن السيدة خيرية او غوايش ومنها ان جنازتها شارك فيها المئات وسبق ان اشترت في حياتها كفنها وان بعض افراد اسرتها رفضوا تسلم جثمانها من المستشفى بعد وفاتها وتكفل محسنون بتكاليف الدفن طبعا حضيخ هذا الخبر خبر انتشار او تاركة المتسولة المليونيرة كما اطلق عليها في وسائل الاعلام بتفاول كبير على المنصات الرقمية سيام شحرور مثلا في رأيها ان لا احد من اهلها يستحق ان يأخذ شيئا لانهم اهملوها في حياتها والافضل استخدام المال في عمل خير ينفع روحها وينفع الناس اما احمد بن حمدان فاستغرب طريقة توزيع الارث بالوزن كان الموضوع غريب قليلا اما فاطمة محمد فترى انه من الاحرى تحويل هذه التاركة للجمعية الخيرية طبعا التغريدة الاخرى ليست هذه التغريدة لتحويلها طبعا الى المستشفيات لان مصدرها هو التسول حسب رأيها دوني عجيبا